اللقاء هذا جدا جدا مهم تعرفون لقاعاتنا جدا مهمة نحن مقبلين على تغير جدا هائل فوق الوصف فيجب أن تستعد لهذا التغير الذي يحدث فوق الوصف الذي سوف يحدث فوق الوصف أنظمة جديدة تبنى حضارات جديدة تبنى أنت تسافر إلى أعماق الكون تغير هائل في كل الأنظمة الروحية الفلسفية الفكرية السياسية فيجب أن يكون وعيك قادرا على استقبال الحوادث الجديدة تمام؟ مهم يعني حقيقة فلقاءاتنا أخواني وأخواتي هو استعدادنا للانتقال استعدادنا إلى الانتقال للصعود والصعود جدا قريب يعني فالكون العظيم يملك بهذه الجرأة من أجل أنك تصعد إلى الأعالي فيك فيك كل الأبعاد فتقولون قول أعيش كل الأبعاد أنا في داخلي كل الأبعاد فأنت تعريفك أنت كل المستويات أنت كل الأبعاد هو هذا أنت حقيقة أنت كل الأبعاد أنت كل المستويات والكون العظيم يملائك بالجرأة في أنك تصعد الكون العظيم يملائك بكل الحكمة الكونية في أن تصعد وأن تتألق وأن تتطور وأن تمتلئ بالشجاعة وتمتلئ بالحكمة وتمتلئ بالفرح وتمتلئ بكل خيرات السماء والأرض بسم الضوء بسم الرب العظيم بسم السلام العظيم بسم الحب العظيم كل اللي يسمعنا كل اللي يشاهدنا يعيش قوة الكون يعيش فرح الكون يعيش سلام الكون وهذا يوم الجمال هذا يوم الفرح والذي نريده منكم يا شبابنا الطيبين الرائعين أنكم تتركون الماضي اتركوا كل الماضي اتركوا المستقبل الكلام هذا أفكار الماضي أفكار المستقبل اتركوها كلها وتعيش الضوء تعيش هذه يعني هذه الأيام العظيمة نعم هذه أيام عظيمة في حياتنا تعرفون أيام جدا عظيمة في حياتنا الأرض تمر بأيام جدا عظيما اتركوا الإعلام واتركوا السياسة نحن نتحدث حول الحقيقي في الذي يجري ننتبه هناك حقيقي الذي يجري الحقيقي وهناك المفبرك الذي يجري المفبرك سطحي المفبرك تجدون تخويفات هذا المفبرك تخويف هذا ليس حقيقي الحقيقي الذي يحدث الحقيقي الذي يحدث أنه نحن مستعدين أن نسافر وأن نتصل بكائنات حضارية أخرى هذا الحقيقي المخفي وهناك كائنات إيجابية متطورة تتصل معنا تعرفون هذا وتؤسس مشاريع مع الإنسان مشاريع خير هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك كائنات سلبية تريد أن تسيطر على الإنسان واضح شبابنا والخيار متروك لك في أي جهة أنت تريد أن تتجه تتمشى الخيار متروك لك أريد أن أنبه حول شيء الشيء التالي أريد أن أناقشكم في هذا الأمر مسألة الكلمة لاحظوا بدون أن يشعر الإنسان بدون أن يشعر وبدون أن يقصد طبعا بدون أن يشعر بدون أن يقصد هو يتكلم الكلام المادي والكلام المادي الإنسان الإنسان يسجن نفسه فيه الكلام المادي الكلام المادي أريد أن أوضحه أكثر شخص يتكلم حول الأمراض مثلا تأتينا رسالة يقولون لنا هناك شخص مريض يعاني لاحظه هناك شخص مريض يعاني الرجاء صلوا من أجل هذا الشخص هذا الشخص الذي هو يقول هذا الشخص مريض فهنا هو سجن نفسه بالفكر المادي هو رأى المرض أنه حقيقي ويريد مننا أن نصلي من أجله ما بتكون هيك المعادلة الكونية لأنه دائما نقول ونقول ونقول حتى مش صحيح نقول الشفاء لأن المرض مش موجود لكن المتكلم المتكلم اقتنعه اعتقده آمنه بوجود ما يسمى بالمرض فهو هذا الكلام المادي مثلا الفقر المرض الموت التعب التشاؤم الخوف أفكار المستقبل أفكار الماضي هو هذا الكلام المادي نسميه فهذا الكلام المادي أنت تتكلمه بدون أن تقصد أنت تعطي له معنى لأنه قلنا اللي كانوا معانا في الحلقات الماضية قلنا أن الإنسان هو كان استنتاجي فأنت عندما تريد أن توضح بدون أن تقصد أنت تعرض الجملة تعرض الجملة توضحها لكن الجملة في حد ذاتها ليس فيها معنى تلاحظون؟ يعني الكلام المادي مثلا المرض شخص مريض نتبه إلى هذه الجملة شخص مريض هذه الجملة ما فيها معنى نعم ما فيها معنى شخص فقير هذه الجملة ما فيها معنى شخص تعبان هذه الجملة ما فيها معنى لكن الإنسان يؤمن فيها يعتقد فيها متى نعرف ان الجملة فيها معنى متى نعرف عندما نشعر بسعادة نشعر برضا نشعر بفرح فهنا الكون يكون عنده معنى تلاحظون يعني الانسان انا قلت واقول باستمرار الانسان يا شباب الانسان موجود هنا في الارض من اجل ان ينسعد من اجل ان يعيش الابداع والنجاح دائما اقول هذا حتى اريد ان اقول ايضا ان الكون المادي تكونه لان الرب عاوز ينسعد يعني المكون هو عاوز ان يعبر بمعنى التعبير عندما نقول يريد ان يعبر يعني عاوز الرب ان ينسعد السعادة فابحث وفكر ابحث وفكر وطبق وعي السعادة تقول مثلا اعلن انا السعادة الكونية هيك تقول اعلن انا كان سعيد اعلن انا كان الجمال باستمرار اعلن انا كائن الحرية باستمرار اعلن انا الثراء اعلن انا ممتلئ بالفرص الابدية اعلن انا ملك الملوك هكذا اعلن انا طاقة ضوئية ابدية في كل نفس ستنفسه اتجدد بالشباب وبالمحبة وبالسلام وبالافراح الكونية هذا يعطي معنى للجملة حقيقة كل الجمل اذا كانت اقل من هذه الكلمات تكون ضعيفة مثلا بكرة لا اعرف ماذا افعل لاحظ الكلام بكرة لا اعرف ماذا افعل مثلا شخص يعني يقول او شخص يتكلم حول الاقتصاد او السياسة او الامراض هذه يعني الكلام المادي هذه لا تعطي معنى لا تعطي معنى ما هو المعنى ما هو المعنى اذا شخص يعتقد انه مريض انا تحداكم ما هو المعنى او ما هو المعنى اذا شخص يعتقد أنه فقير فكر قل ما هو المعنى من حياتي إذا أعيش حزين ما هو المعنى في حياتي إذا أعيش كبير في العمر نعم لأنه الكبر في العمر أيضا ما فيه معنى أبدا ما فيه معنى وكلما أفكر وأفكر في معاني الكون وأفكر في معاني الحياة أجد الشيء التالي الذي أشاركه معكم أجد دائما أصل إلى هذه النتيجة حقيقة ما بعرف له دائما عندما أفكر وأفكر وأفكر وأشارك تفكيري معكم أصل إلى هذه النتيجة دائما والتي هي هناك كائنات حصرتنا نعم هي هذه دائما أنا أصل لها النتيجة كائنات حصرتنا في ترددات مغلقة ضيقت على الجنس البشري بمفاهيم خاطئة مثل الدين أوكي هذا الأول وعندهم نظام سيكلوجي في الفبركة تحريف الكلمة تلاحظون تحريف الكلمة تغيير المعاني عندهم مثلا نظام رشاوي السياسيين تغيير في التاريخ البشري فكلما أفكر في معاني الكون ومعاني السعادة ومعاني النجاح ومعاني الفرح وأبدأ أفكر أقول ليه الإنسان يموت ليه الإنسان يعيش الحزن ليه الإنسان يعيش البطالة ليه الإنسان يشكو دائما أصل إلى هذه النتيجة هناك كائنات سلبية تلعب من الغير المنظور وعندها فبركة عالية وكلما تفهم فبركتها تتحرر هو هذا الأمر لكن فهم فبركتها يحتاج حكمة ويحتاج شجاعة ويحتاج تأمل ويحتاج ممكن نقول دراسة ويحتاج صلاة فوجدت التالي أشاركه معكم الموت من صناعة هذه الكائنات الكبر في العمور من صناعة هذه الكائنات الدين من صناعة هذه الكائنات عملوا الصحراء الكون ما يعمل صحراء هم عملوها هذه الصحراء الأسد المفترس هذا الأسد كان بريء نعم أتوا به من كواكب أخرى ولعبوا ببيولوجيته الأسد أنا دائما أذكرها وأسمحوا لي معليش أيضا أذكرها مرة أخرى لأن الأمر مهم فأتوا بالأسد من كواكب أخرى هو الأسد في حقيقته طاقة ملائكية ولعبوا في ببيولوجيته هجنوه أقصد هذا خلال ملايين من السنوات وشيئا فشيئا تجدون الذي يحدث أسد مفترس عقرب ضائع في الصحراء بات باللغة الإنجليزية بات يعني الخفاش خفاش الليل في الكهوف حتى حركته غريبة وأيضا لعبوا ببيولوجية الإنسان ووعي الإنسان وبالتالي أنت تعاني هو هذا أنت تعاني أو ممكن أقول يعني شخص معين يعاني ممكن الحزن يعاني الوحدة يعاني الضجر أو يعاني مثلا من البرمجة الاجتماعية التي طبقت ضده في الطفولة كيف نتحرر وكيف نعيش السعادة وكيف نعيش التألق حقيقة يحتاج كما قلت فهم صلاة باستمرار اجتماعات باستمرار مناقشات باستمرار أن نحب أنفسنا باستمرار أن نبارك الأرض باستمرار أن نبارك الكون باستمرار أن نسأل الكون أن يملئنا بالحكمة باستمرار أن نسامح باستمرار هو هذا يعني رحلة حقيقة الرحلة فلقاعاتنا تعرفون لقاعاتنا من أجل التحرر نعم كان هو شخص مسجون ويفكر كيف يخرج من السجن الآن أين النقطة؟ يعني نحن الآن ممكن شخص يسألنا يقول أين نحن كجنس بشري في هذا الزمن في هذا الوقت؟ نحن بتقدم أنا أرى هذا نحن بتقدم جداً عظيم يعني أنت بكرة ما حتكون زي اليوم هيك باللغة المصرية في كل يوم هناك تطور سريع في وعيك وفكرك وفلسفتك وفي كل يوم تكتشف شيء جديد وفي كل يوم تتطور أكثر روحياً فكرياً فلسفياً وصحياً فالقادم ولو أنا لا أؤمن بماضي وقادم وحاضر لكن في بعض الحالات أجد يعني نستخدم هذه اللغة اللغة المادية دعونا نمشي مع القادم فالقادم جداً جميل وأنا دائماً أقول لكم أطمئنه كثيراً حقيقة أطمئن كثيراً كثيراً حياتك رائعة يا أخي ويا أختي أطمئن ممكن لديك حسابات مادية يعني ممكن تتذكر الماضي أو تفكر بالمستقبل ممكن تفكر بجمع المال ممكن لديك ظرف تعتقد أنه صعب لكن مع كل هذا أقول لك أطمئن حقيقةً الكون يجهزنا الآن بالفرص الأبدية كلما تعرف أكثر حول الكون وتدرس أكثر حول الكون تكتشف أن هذا الكون غايته أنه يسعدك غايته يطورك غايته يحميك لأنه يحبك بإسم هذا الكون العظيم تمتلق بالمحبة وبإسم هذا الكون العظيم تمتلق بالسلام وبإسم هذا الكون العظيم تمتلق بالفرص الأبدية وبإسم هذا الكون العظيم تعيش ملك وتعيشي أنتي أختي ملكة وبإسم الكون العظيم تعيش ثراء مالي وبإسم الكون العظيم تعيش صحة أبدية وبإسم الكون العظيم تعيش فرح وكل حياتك تعيشها بفرح وكل حياتك تعيشها باطمئنان وكل حياتك تعيشها بسعادة أبدية في كل ثانية في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع تشتم السعادة هيك تتنفس السعادة السعادة تخترق كل خلية من خلايا جسمك السعادة تخترق ظروفك السعادة تملأ لياليك السعادة تملأ صباحاتك الأفرح تملأ لياليك والأفرح تملأ صباحاتك أنت كان الضوء وضوءك بدون حدود قل الآن معي كل اللي يسمعني كل اللي يشاهدني يقول أنا كان الضوء وضوئي بدون حدود قل هذا رجاء أنا كان النجاح ونجاحي بدون حدود أنا كائن الفرح وفرحي بدون حدود أنا كائن الإبداع وإبداعي بدون حدود تقول أنا ملك كوني أنا كائن مقدس أعيش حياة الإبداع حياتي فيها خير كثير حياتي هي حياة الخير الأبدي حياتي هي حياة السلام الأبدي حياتي هي حياة الجمال الأبدي حياتي هي حياة السعادة الأبدية الفكر ركز على الفكر فهو هذا الذي يعطي معنى الفكر الفكر يعطي معنى للحياة فكلما تجعل فكرك متحرر أنت تعيش معنى لحياتك أليس كذلك؟ فركز يا أخي ويا أختي على الفكر دائما ابني فكر وأنت حر دائما مثلا أنت تتمشى في حديقة وشاهد أنظر أعرف أنك ملك كوني أنك كائن مقدس أنك كائن الحرية دائما ابني فكر وأنت ثري بالمال وبالصحة وأنت ثري بالحكمة دائما ابني فكر وأن الكون يحميك نعم هكذا تطور هو هذا التطور الروحي تطور الروحي يحتاج شجاعة لأن الشكوك تأتيك الشكوك تأتيك تقول لك أنت عملت كذا كذا أو ممكن لا تحصل على عمل جيد أو مالك قليل هو هذا الشكوك يعني هذه الشكوك من هذه الكائنات السلبية عندهم ستلايتات؟ نعم عندهم ستلايتات يرسلون ترددات فيها أفكار سلبية نعم تشويشات يرسلوها باستمرار نعم فأنت يجب أن أن تتحرر ولا تبقى في في الماتريكس الماتريكس ما بيفيد جربوه البشر وقعوا فيه لا ينفعنا شباب ويجب أن نصلي ونصلي ونصلي ويجب أن نجتمع ونجتمع ونجتمع ويجب أن نفرح ونفرح ونفرح ويجب أن نتناقش في علوم الكون باستمرار ولا تنحرجوا لو تريدون أن تسألوني أي سؤال يعني رجان لا تنحرج أو لا تتردد أبداً أسألني أي سؤال لأنه الاجتماعات بتاعتنا واللقاءات بتاعتنا غاياتنا المعرفة والحب أليس كذلك؟ لأنه هذا الكون الكون هو كون المعرفة والحب يعني نحب ونفهم نتعلم فكلنا طلاب كلنا طلاب وبيسم هذه الطاقات أمامكم بيسم طاقات الشموع وطاقات الورود وطاقات الأحجار الكريمة وطاقات النجمة الخماسية تمتلع بكل المعرفة الكونية كل الذي يشاهدني يسمعني يمتلع بأسرار الكون يمتلع بالمعرفة الكونية يمتلع بالحب الكوني والكون يبارك عائلتك والكون يملأ عائلتك بالحب الكوني الآن وإلى الأبد كل فرد من أفراد عائلتك يعيش ضوء الكون وكل فرد من أفراد عائلتك يعيش بحماية الكون وعائلتك محفوظة محمية بالروح الكونية الأزلية الخالقة لكل الأشياء عائلتك تمتلع بالحماية الكونية أرواحهم أفكارهم ظروفهم من أرواح من روح وفكر وظرف الكون العظيم فكر الكون يملأ أرواح أفراد عائلتك فكر الكون يملأ ظروف أفراد عائلتك روح الكون تتنفس فيهم الآن حب الكون يتنفس فيهم الآن حماية الكون تحميهم وكل طاقات الخير تبارك أفراد عائلتك كل طاقات الخير تبارك أقاربك كل طاقات الخير تبارك أهل مدينتك كل طاقات الخير تبارك أفراد شعبك وتعيش أنت يا أخي وتعيشين أنت يا أختي كل المحبة وكل السلام وكل الأفراح وكل الجمال وكل الإبداع وكل القوة إلى الأبد أنفاسك وروفك روحك تعيش ثراء تعيش شجاعة تعيش قوة تعيش سعادة صحة أبدية كل اللي يسمعني يشاهدني باسم الضوء العظيم باسم الكون العظيم أنفاسك هي أنفاس الشجاعة في كل نفس تتنفسه وتزداد شجاعة وتزداد ثراء وتزداد سلام وتزداد أمان وتزداد خماية وتزداد محبة وتزداد حكمة في كل أيامك في كل سنوات حياتك على الأرض تمتلئ بالأمان الأبدي في كل سنوات حياتك على الأرض تمتلئ بالصحة الأبدية في أعماق أعماق خلايا جسمك ضوء الكون في أعماق أعماق روحك المقدسة ضوء الكون في عيونك، في سمعك، في ظروفك، ضوء الكون يحميك ويفتح أمامك فرص عظيمة ويفتح أمامك فرص رائعة، فرص السعادة وفرص الثراء المالي وفرص الحماية والأمان والأطمئنان وتعيش مبدع وتعيش الخير وتعيش المحبة والصحة إلى الأبد وهذه العدد أمامنا تشاركنا فرحنا لهذا اليوم العظيم، هذا يوم عظيم تعرفون؟ كل أيامنا عظيمة نعم، أنت لا تنتظر هيك سنة ويقول لك أعياد الميلاد أو عيد رأس السنة أو عيد ميلادك، نحن في كل ثانية لدينا احتفال كوني وكل ساعة هناك احتفال كوني، حقيقة هو هذا الذي يحدث، ولو نصعد إلى الأبعاد الأخرى، الكائنات الملائكية تنصدمون تجدوهم باستمرار عندهم غناء، وباستمرار عندهم موسيقة، وباستمرار عندهم ابتسامة، باستمرار هذه في مدنهم يعني أنتم ممكن تستغربون لو ترون مدنهم، مدنهم في الغناء، الأتجار تغني، الورود تغني، هم يغنون، الابتسامة، الهدوء، السلام، موجودة هذه الحضارات موجودة الترددات النقية، حضارات جدا عظيمة وجميلة ومتطورة وهادئة وبسيطة ومتواضعة ما عندهم تنافس تجاري، ما عندهم سياسات، ما عندهم أديان، ما عندهم خوف، ما فيه كائن أبدي، وحتى أجسامهم فيها ضوء، تجدهم يعني عندهم شوارع، هذا الذي أقصده عندهم بيوت، لكن أجسامهم ضوئية وعندهم ذكاء، ذكاء عالي جدا، وعندهم حدائق، وعندهم بحيرات، لكن بالضوء، ترددات أنقى من الأرض أنقى من الأرض، وأرضنا، أريد أن أقول شيء مهم، أرضنا كانت أيضا هكذا، لكن شوهت نعم، أرضنا نعم، أيضا كانت هكذا، كانت أرضنا ضوئية أكثر، ومشعة أكثر، لكن شيء فشين تغيرت بيولوجية الأرض، تغيرت هبطت كائنات، وغيرت، ولعبت في الأرض، فالأرض التي تجدوها، هذه الأرض الملعوب بها نعم، الأرض هذه التي تجدوها، هذه النسخة المليار ممكن من الأرض الحقيقية لعب فيها كل مات ألف سنة ممكن، كل مليون سنة، يأتون بكائنات جديدة، يأتون بفبركات جديدة هذا الذي حدث حقيقة، وأخفيه، أخفيه يعني برمجوا في الأكاديميات، برمجوا الناس على أساس نظرية دارون، هذه فبركة الدين، هذه الكائنات هم صنعوا الدين من أجل أن يحصروك، وأيضا نظرية دارون أيضا هذه الكائنات هم صنعوا هذه نظرية دارون، والأساس الإنسان كان سمكة وشين فشين تطور، وحتى هذا دائما أقول هذا أنا، واسمحوا لي أيضا مرة أخرى أكرره من فضلكم لو تسمحوا لي رجال، أنه هذه مسألة النيازك وضربة الأرض، وهناك فناء للديناصورات، هذه كل فبرك كل فبرك هذا، وهذا تاريخ الأرض المزور، المشوى، وحتى كروية الأرض أيضا هذه ليست حقيقية، الأرض ليست كروية أبدا ولا عمرها كانت كروية، أطلاقا فهذه الفبركات التي في الأرض يعني، إضافة إلى الفبركات الأخرى التي وضحناها ماذا نعمل؟ كيف نتحرر؟ نصلي أن الكون العظيم يبارك أرضنا، الكون يبارك شعوب الأرض، الرب العظيم يبارك حياتنا، يبارك أفكارنا، يبارك عواطفنا، الكون العظيم يبارك بيوتنا، الكون العظيم يبارك أنفاسنا وأطمئنه كثيرا مرة أخرى شباب، حياتكم رائعة حقيقة، خاصة في هذا الوقت، تغيرات جدا جميلة، وتغيرات إيجابية جميلة، وتغيرات عظيمة جميلة، وخير كثير، وسلام كثير، وفرح كثير إلى الأبد إلي الأبد، إلي الأبد، آمين يا رب، آمين، آمين